استقبل وزير الداخلية محمود توفيق القائد العام للقوات المسلحة وزير دفاع الانتاج الحربية الفريق أول محمد زكي ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر ووفدا من كبار قادة القوات المسلحة لتقديم التهنئة له ولهيئة الشرطة بمناسبة لاحتفال بعيد الشرطة استقبل السيد محمود توفيق وزير الداخلية بمقر وزارة الداخلية الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ووفدا من كبار قادة القوات المسلحة لتقديم التهنئة لسيادته ولهيئة الشرطة بمناسبة لاحتفال بعيد الشرطة في بداية اللقاء أكد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي أن معركة الإسماعيلية الخالدة بما تضمنته من بطولات وعكسته من تلاحم الشعب المصري مع رجال الشرطة تجسد أحد فصول مسيرة النضال التي ستظل على مر العصور شاهدة على الصمود والعطاء من أجل سيادة الوطن ورفعته تلك المسيرة التي تتواصل في مواجهة مخططات الشر والإرهاب والجريمة بجهود متفانية وتضحيات غالية من جانبه أكد السيد محمود توفيق وزير الداخلية أن قواتنا المسلحة الباسلة مهد البطولات كانت تواسط ظل رمزا لكبرياء الوطن وموضع اعتزاز وتقدير جموع المصريين مشيرا إلى أن رجال الشرطة وهم يؤدون واجبهم المقدس يشاركون أشقاءهم في القوات المسلحة رسالة الدفاع عن الوطن والزوج عن أمانه واستقراره ويعملون كفريق متكامل يجمعه هدف واحد يقدمون نموذجا يحتزى به في الترابط والالتزام والانضباط يبدلون أرواحهم ودماءهم فداء لوطنهم والتصدي لكل من يحاول المساس بأمنه وفي نهاية اللقاء أهدى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي السيد محمود توفيق وزير الداخلية درع القوات المسلحة كما قدم وزير الداخلية درع هيئة الشرطة للقائد العام للقوات المسلحة وكذا رئيس أركان حرب القوات المسلحة هذا وقد حضر اللقاء كبار قادة القوات المسلحة وهيئة الشرطة